على السؤال المشاهدين التابع معنا لو يحضروا لنا صورة التشكيل برضو عشان وانت بتتكلم الناس تتابع من خلال السورة نبص عليها ها طبعا اكيد التشكيل المتوقع لو استعرضناه لفيتا فيتا طبعا ده التشكيل اللي كان في اخر المباراة وحنقول برضو الاحتمالات اللي ممكن مين يخش او ممكن مين ده قدامنا التشكيل على الشاشة لو نجيبه هنا حتى ها ممكن على الشاشة الكبيرة ها لو استعرضناه قدامنا ها طبعا في حراسة المرمة سمون ام وصولة اللي هو في حراسة المرمة تمام ده في حراسة المرمة الاثنين المساكين عثماني وطارة اهو الاثنين المساكين عثماني وطارة وفيفيان اكواسي الاثنين المساكين تمام الاثنين الارتكاز زي ما قدامنا على الشاشة مبامبو ومساسي الاثنين الارتكاز زومانجا ده اللي هو صنع الالعاب اللي هو بادئ ده صنع الالعاب قل بالأرقام كمان عشان الأرقام أوضح يعني بالأرقام طبعا زومانجا اللي هو رقم 24 تمام الأجنحة تولينجي اللي هو رقم 11 وعندنا اللي هو ملوكه رقم 21 دول الأتنين الأجنحة وقدام قبيد مايامبا هذه التشكيلة معمولة كده اللي هي 1 4 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 بس في الاتجاه ده بالاتجاه ده يعني هي جاية كده التشكيلة جاية كده هي يبقى في حرصة المرمى سيمون ومسولة شباني والباكليفت طبعا شباني اللي هو الباكرايت ولزولو اللي هو الباكليفت الاتنين المساكين السردباكين أكواسي وعثماني وطارق الاتنين دول عندهم مشكلة واضحة في عملية ديناء الهاجمة كورتهم وحشة جدا كابتناني بصراحة الاتنين دول لو بتضغط عليه مهم جدا أنت تضغط عليه الاتنين اللي هم المساكين سهل جدا دور المهاجم عندنا واحد بس يعني هو يبقى مهاجم واحد بس هو بس مجرد أنه هو يقرب له هتلاقي أنه هو بيطفش الكورة طب إحنا عايزين نعرف الرقم 14 اللي هو مساسي هو اللي بينزل يصغط ما بين الاتنين المساكين عشان يحضر الهاجمة ومبامبو اللي هو الارتكاز التاني اللي جنبه اللي هو القوي بدنيا وممكن يخش معهم سيدي عقوب اللي هو رقم 6 مكان مين؟ مكان زومانجا رقم 24 هيخرج واحد من الثلاثة اللي تحت صنع الألعاب زومانجا هو مش هيخرج الأطراف هيخرج زومانجا اللي هو صنع الألعاب ويزود واحد في النص اللي هو سيده يعقوبه هيدخل كرقم 6 هيدخل كرقم 6 كارتكاز 3 هتبقى 4 3 3 وطبعا الأطراف عندك تولنجي نحية الشمال وملوكه ملوكه احتمال برضو ما يبدأش احتمال اللي يبدأ مكانه اللي بولو اللي هو رقم 20 طب على مستوى على مستوى خلينا نتكلم برضو مهم كده نعرف مستوى يعني خلاص لو رقم 24 زومانجا ده مش موجود زومانجا بدأش هيفرش مكانه وصيده يعقوبه هايبقى في نص النص رقم 6 صفات ملوكه 21 ملوكه وطولنجا ملوكه صغير في السن مش سريعة بس اللي بولو اللي هو رقم 20 أسرع منه وأخطر ومسجل هدفين في الدور التمهيدي فغالبا هيبدأ لبولو اللي هو رقم 20 ملوكه رقم 21 وطولنجا ده أساسي بتاعه ده بيعمل تمريرات حسمة كتير جدا ولعيب برضو في الجابهة اليسرى هيبقى في جابهة قوية أو على محمد هاني اللي هو سيتا اللي هو الباكليفت وي طولنجا اللي هو الجناح اليمين وقدام طبعا المهاجم الخطير أوبيد ماينبا طب عادي فيهم صاحب قدم يسرى يعني لعيب أشوال لا اللي كلهم أيمن كله أيمن وكله من اللعبة اللي هي عندها سرعات الاحتمالات يعني التشكيلة دي اللي هو بدأ بها آخر مباراة احتمال يتغير فيها اتنين زي ما قلنا التغيرين بالزبط طيب أنا بس أقالك السؤال ده ليه لأن لو ما فهمش حد بلعب برجل الشمال فأعتقد أعتقد نحية محمد هاني أكيد هيخش على جوه هيخش للغام هيخش للغام ونحية لو قلنا مثلا أيمن أشرب أو محمود وحيد هيكمل على الخط لأنه على عدلته على عدلته صح هيبقى على عدلته بس هنا عند محمد هاني ده هيخش للغام ومساسي ده اللي احنا اتكلمنا عليه أهم واحد اللي هو بينزل يسقط يستلم ما بين رقم 14 رقم 14 لو جبنا الأول حالة معنا في الحالات الفنية هتبص إزاي مساسي اللي هو رقم 14 ده اللي لازم تضغط عليه بص حدق قدامنا أول حالة مساسي اللي هو رقم 14 بينزل يسقط للخلف نبص على الصورة هتبص حدقك هتلاقي مساسي ها هو رقم 14 نازل إيه عايز ينزل يستلم والاتنين المساكين كورتهم وحشة جدا أوكي ده مجرد أن انت بس تنزل عليهم مهاجم هتلاقي أنه هو بيطفش أصلا بيغلط ليه لأن مساسي ها بيدوروا كلهم على مساسي فأنت لازم محمد مجدي أفشا عمر السلية حد من اللي يا أما صنع الألعاب يا أما الارتكاز لازم أضغط عليه لازم أمنع بناء الهجمة ده نقطة مهم جدا والسادة المشاهدين كمان يبصوا على الباك اليمين لحظة ما السرد باك مع الكورة بص الباك اليمين فين ده تقريبا بيعدي خط بيعدي خط النص أما دي دي الصورة اللي بعدها بقى اللي احنا لما نجيبها هننواحظ بص حدك أهو بالزبط نزل مساسي استلم اللي عليه الزبط اللي عليه الإضاءة بص الباك اليمين دي صورة واضحة لعملية البلدوب إزاي توقف عملية بناء الهجمة عند فريفيتا كلوب إن مساسي رقم 14 أخطر واحد في الفرقة وأهم العيف في الفرقة يتضغط عليه يتضغط عليه ليه؟ لأن الباكات هي بتطير فأنت بالتالي هتلاقي إن الزهرين طيرين ما فيش حد فيهم واقف كله مهمة جدا يا دكتور أنت لو نجحت في عملية الضغط وخدت الكرة أنت كده كده الباك اليمين بيكون طير فهيتخلق لك مساحة ناحية اليمين وكمان من ناحية الشمال على حسب أنت بتضغط فين وخدت الكرة فين وبالتالي لو ضغطت نص الملعب وخدت الكرة هيكون عندك وريدي مساحات كبيرة جدا الطريقة تحولت لكام بقى لتلاتة أربعة ثلاثة بقى التلاتة وراء بوجود مساسي معاهم كاليبرو يعتبر كاليبرو متقدم والأطراف طارد بقى التلاتة أربعة ثلاثة فده مهمة جدا أن أنت ده هم حاجة عندهم في فيتا عشان توقع رقم واحد عشان نوقع في فيتا كلوب لازم الضغط على مساسي سواء بقى محمد أنا بقول لحدك دايما أنه لازم يبقى واحد من وسط الملعب ليه؟ لأن المهاجم احنا عايزين مهاجم واحد بس يضغط على الاتنين المساكين على السرد باكين أنت مجرد أن أنت ضغطت عليهم غلطتهم وسبت مساسي لعمر السلية أو مثلا محمد مجدي أي صنع الألعاب أو لعيب الارتكاز اللي هو رقم تمانية هيضغط عليه ليه؟ لازم يتعامل عليه منتومان لأنت كده خلاص فقط يعني خليه تفكت فيتا كلوب بيفكت تسعين في المئة من قوته صحيح لأنت خلاص منعتهم أنهم يمنعوا الهجمة الباكات بتطير على الفاضي بقى في مساحات من وراء وراءهم الصورة اللي بعدها نفس بص حدقك الكرة وصلت لفين والباكتر لفين أهو ده خلاص طبعا بيبقى في بقى زيادة عددية وزي ما حدقك قلت الجناح الأيمن دخل للعمق دخل للظهير للظهير طار ودي المهاجم وبيد ماينبا بيفكر يخش جوه المنطقة الصورة اللي بعدها ده بقى ده احنا كده اتكلمنا على ايه؟ على البلد أبو على البلد أبو هنخش بقى للضغط اسلوب الضغط فيه تلات أنواع من الضغط فيه فرقة بتضغط ضغط عالي في فرقة بتضغط ضغط في وسط الملعب في فرقة بتعمل دفاع منطقة وبتضغط ضغط منخفض ده هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ضغط في وسط الملعب بيسيبوك أن انت دي ميزة على فكرة حيقدموه أن هم بيسيبوك أن انت تحضر في وسط الاتنين المساكين يلعبوا كورة بيضغطوا دايما فين؟ أول إما الكورة تروح عند عمر السلية أو عند حمدي فاتحي أو عند أليو ديو أول إما تخش نص الملعب أول إما تخش نص الملعب هتلاقيهم بيضغطوا عليه والصورة دي برضو يعني بيتوضح كلامك يا دكتور حتى اللي معك كورة ده سردباك بس هو بيلعب كورة طويلة عشوائية يعني وفيه سردباك جنبه وفيه باكتاير فهو الراس الحربة اللي هو أول للسبوت وبيد مايامبا ده سايب مساحة للسردباك أنه يبني يعني وكمان نتيجة 1-0 هم خسرانين 1-0 من المريخ في أول المباراة يعني ده بيأكد بيأكد أن هم ده إسلوبهم يعني مفروض أن أنا خسران 1-0 ده أنا هدغط ضغط عالي وهحاول أتعادل وخاصة أعتقاد الشخص أن هم كمان مش هعملوا ضغط عالي قدام النادي الآلي فده إسلوبهم حتى برضو في ملعبه ما يبقوا كده إسلوب الضغط بيدغطوا أول المكورة توصل فيه في وسط الملعب الصورة اللي بعدها برضو يتأكد نفس الكلام هم بدأوا يضغطوا من إمتى أو لما الكورة راحت للباكليفت بتاع المريخ السوداني في وسط الملعب أو يعني سايبين دايما هدي ميزة أن بدر بنون وياسر إبراهيم أو أيمن أشرف هيعرفوا يحضروا الهجمة بشكل كويس إذن ده برضو بتدينا ميزة أنه إحنا ممكن نقدر نعتمد على التمريرات الطولية في ضهر المدافعين أو التمرير الطولي في ضهر الظاهرين لأنهم عندهم الظاهرين بيبقوا متقدمين فأنت ممكن تعمل جملة جملة أن أنت مثلا تعمل تمريرات الطولية في ضهر الظاهرين لأجناحة بتاعتنا طيب لكن هنا الصورة بتبين والوسبوت واضح جدا أن فيه ضغط عالي وضغط قوي في نص الملعب ده بيتطلب من لعبة النادي الأهلي بعد ما انطلع الكرة في نص الملعب يكون فيه تحضير بشكل كويس لأنك تتوقع أنه يتضغط عليك وبالتالي اللمسة الوحدة واللمستين ومن مين جدا وده دور مين كمان صنع الألعاب بتاعنا آه طبعا أن أنت ضغط في وسط الملعب على عمر السلية أو على حمدي فاتحي أو أليو ديونج اللي أي اتنين فيهم لازم مثلا محمد مجدي أفش صنع الألعاب لازم يكون بينزل يساعد في مساحة فاضية معهم ليه عشان هيبقى فيه ضغط في وسط الملعب عندهم وده برضو في الدقيقة كان ستة وواحد وخمسين ثانية يعني وكانت النتيجة سفر سفر يعني حالة تانية طيب الصورة اللي بعدها اللي بعدها ده طبعا بيبين ده المشاكل الدفعية اللي عندهم زي ما قلنا ان هم الظاهرين بيتيروا ولكن الظاهرين ورا عندهم ايه مساحات كبيرة جدا بالذات الباكليفت اللي هو اللي يزوله سيتا بصوا حدق جون المريخ السوداني الأول في الدقيقة سبعة جي رفع اللعيب بصوا كانت هاجمة برضو وتقطعت الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها يعني الصورة اللي قبلها كان بيحضر الباكليفت مش موجود أصلا يعني ده اللي بيغطي ده المساكل الباكليفت مش موجود اتلعبت في ظاهره وراح اتمره في المساحة اللي ورا الباكليفت اه يعني اللي داخل ده كمان سير دي باك ما كانتش تفريع على السيد اهم نقطة ضعف في تكلوب المساحة الموجودة ورا الباكليفت اكتر من الباك رايت تمام المساحة الموجودة ورا الباكليفت اللي هي هيتحرك فيها زوال يكن حسين الشحات او طهر محمد طاهر او اجاي اي حد وكذلك الباك عشان كده دور محمد هاني بشوفه مهم جدا في المباراة ده موقف طبيعي ان موقف دفاعي غلط انت بتلعب في 18 بتاعك الشكل 3 على 3 او كمان 2 على 2 في موقف والمساحات بعيدة جدا الصفرة الموجودة وراء الباك اللي يازم محمد هاني يتقدم لاخر الخط يحاول لو تقدم لاخر الخط اخر الخط ده المنطقة هنا لو عمل منها عرضيات كتير فيتا كلوب هتعاني ان شاء الله السرعة اللي بعد كده برضو دي حالة تانية نفس البص حداك المساحة السرعة اللي فوق والسرعة اللي تحت اللي فوق ده بص الباك ليفت لسه مرجعش المريخ السوداني او اللي عابي المريخ السوداني اخدوا الكورة وطار والباك ليفت مرجعش اساسا فإذا برضو بص المساحة دي دي تأكيد على ان في مساحات وراء وراء الظاهرين واكتر حاجة عندهم الباك ليفت يعني الباك ليفت عنده مساحات الظاهير الايصر مساحات اكتر من الزهير الأيمن الصورة اللي بعدها بقى الزهير الأيمن المساحة الموجودة وراء الزهير الأيمن بص هي المساحة برضو تلعبت الكرة هي في الصورة اللي فوق تلعبت الصورة الأولانية تلعبت في ظهره بعد كده ايه رحله اللي هو عثماني وطار اللي هو كان بلعب في اسموحها المساكي اللي نحية اليمين ده السردباك رحله السردباك رحله اتلام اترقص رقصه في الواحد على واحد ورح لعبها عثماني اللي اتنين المساكين اصلا ضعف في الواحد على واحد وضعف في كرتهم على الارض لكن هم ممكن يكونوا اقوية بدنيا وعندهم بطء شديد قوي يعني هو لما تبقى اربع مطشاط ما بتخرجش بولا مبراش باك نظيفة لاتنين المساكين عندهم بطء وعندهم مشكلة كبيرة جدا يعني انت محتاج مهاجم سريع ومهاجم يكون هجام ومحتاجين الاطراف بتاعتنا تشتغل بشكل كويس جدا الصورة اللي بعد كده الصورة اللي بعدها دي كان ده الهدف اللي هو التاني ليهم ده رقم 24 اللي انا بقوله حدك احتمال ما يبدأش ليه لانه هو صنع علعب بيبدأ دايما في المبارات اللي عم علعب ومميز قوي بالتزديدات شاط واحدة وقعت جون صدها ومين بقى اللي متابع مايامبا مايامبا ده رأس الحرب اه الصورة دي انا جايبينها تحديدا عشان نبين خطورة مايامبا عندهم المهاجم ده مهاجم كويس قوي اللي هو مايامبا اللي هو بيتابع في الاحتياط بتاعه اسمه فيستون مايلي فيستون مايلي برضو مهاجم كويس مش مهاجم كويس وعنده خبرات وهو مميز بالصناع اكتر لكن ده هدف وهجام اكتر اه يعني عامل ده الكرة دي تشاطت عمل فولو عمل فولو اه اتوقع ان هي الكرة هتوقع اول اما الكرة تشاطت راح رايح ده دليل انه هو عنده قدرة على المتابعة بل لازم طبعا مرأبة جديدة لازم مرأبة جديدة عليه تحديدا من ياسر ابراهيم او من بدر بنون او من ايمن اشرف صورة اللي بعدها ده بصوا حداك بقى اللي هي المشكلة اللي قلت حداك عليها الضخ احنا محتاجين مهاجم واحد بس يضغط على الاتنين المساكين بص دي كورة مجرد بس ان المهاجم افكر يقرب منه ايه ليشت منه مجرد بس ان المهاجم افكر يقرب التحضير الهاجمة نفس الكلام مين اللي نازل برضو رقم اربعتاش برضو يعني هو ممكن واحد من التلاتة اللي بيحاول ينزل هو زي ما انت بتقول بالزبط تاني بنقول لما كورة مع السردباك ملاحظين ان كمان الباك يمين بس الباك يمين اه بدأ يطير والباك ليفت بدأ يطير واحد من الاتنين المساكين بينزل بينزل علشان يسأل اللي هي اربعة واحد اربعة واحد بتتحول يعني هي طريقة لعبهم قدامنا تبقى اربعة اربعة واحد او اربعة تلاتة تلاتة بتتحول لتلاتة اربعة تلاتة وكورة معهم بعد ما يلعب اللون بعد ما ينزل رقم اربعتاشر ما بين الاتنين المساكين هتلاقي الباكات طايرة في الصورة دي الضغط مهم جدا على السردباكين هيغلطهم كوريتهم مش حلوة جدا واحد بس مهاجم واحد بس لو ضغط عليهم رقم اربعتاشر لازم يتمسك اللي هو اللي هو اللعيب الارتكاز اللي هو مساسي لازم يبقى معاه واحد عشان امنع عملية البلد اوب وبالتالي كل كل هجماتي فين عندهم لو انا عملت ضغط عالي ومنعت ان هما يبنوا الهجمة هتلاقي كل المطش عند فيتا كلوب وكمان مهم جدا برضو في النقطة دي قبل ما نروح للصورة اللي جاية ان حتى لو لعب الكرة الطويلة يبقى الكرة التانية بتاعتنا وده مهم جدا عملية ان الكرة التانية ترد لنص الملعب بتاعنا ودور مهم جدا برضو ليه اللعيب اللي هيعمل من وراء عشان يغطي المساحات اللي هتبقى موجودة في الأطراف الصحيح الصورة اللي بعدها دي دي خريطة دي يمكن ده تمريرات الباكرايت الباك اليمين ازاي ده برضو شباني بيعمل تمريرات طولية كتير جدا بص حدك ادي ايه واحد اتنين تلاتة عمل تمريرات كتير جدا طب عشان نسفة الاخدر والاحمر الاخدر هو التمريرات الصحيحة والاخدر هي والاحمر هي التمريرات الخاطئة الصورة اللي بعدها ده برضو ده دي تحركات بص تمريرات الباكليفت واحد من اكتر اللعيبة اللي بتعمل تمريرات كتير جدا اللي هو الباك الليفت كورتحيل بيوصل وعنده كفرينج على مساحة كبيرة جدا من الملعب الصورة اللي بعدها ده الباك اليمين ده برضه تمريراته عندهم الأطراف مميزة جدا على المستوى الهجومي بصوا عامل تمريرات فين الباك اليمين كل التمرينات في وسط الملعب الهجومي الصورة اللي بعدها ده برضه التمريرات الطولية نكمل ده برضه العرضيات أماكن العرضيات عنده يعني وصل برضه أرجع الصورة اللي قبلها ثانية واحدة دي أماكن العرضيات بتاعته بتاع الباك رايت بتاع الباك رايت اللي هو ما وصلتش صحي والأقدر اللي وصلت بشكل سليم بص العرضيات قد إيه نفس الكلام إنه هي الكورن اللي عيب هنا بينزل يسقط اللي هو رقم 14 وبيلعب فين بيلعب على الجنب في المساحة اللي موجودة في ظهر الباك ليفت بتاعنا الصورة اللي بعدها ده العرضيات بتاعت الباك ليفت وبرضو باك مميز بس مش عامل عرضيات زي الباك اليمين بس بيوصل بس بيوصل نفس الفكرة برضو دي بقى دية أماكن التمريرات الطولية بتاعت مساسي اللي هو رقم 14 اللي هو بينزل يسقط بص عامل التمريرات الطولية منين ما بين دايما في المساحة في وسط الملعب بينزل هو يسقط بس ما يلقاوي نحية اللي مين أكتر من الشمال لأنه هو أشول هو أشول هو أشول فبينزل نحية دي فبيلعب بكرته بالشمال لي مين للباك رايت أكتر هو بينزل دايما يعني بيلعب بقدمه اليسرى يعني فبينزل على وسط الملعب ويعمل ايه التمرير الطولي فين للباك رايت بص الأسهم اتجاهها فين اهو هتلاقيها راحة للطار في نحية الباك رايت هنا عشان يعمل العرضية الصورة اللي بعدها دي جات قبل كده الصورة اللي بعدها برضو فيه صورة اللي هي ملعبين ملعبين دي برضو فيها أماكن التمريرات بتاعت مساسي نكمل كده بترجع لو استعرضناها برضو فيه صورة معنا اللي هي ملعبين كده وفيها أماكن تمريرات دي برضو اماكن تمريرات مساسي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اللعيب رقم 14 اللي هو ازاي اهم اللعيب في الفرقة وازاي تضغط عليه معنا برضو الارقام بتاعت الا اه برضو اللغة الارقام بتكون كمان يعني بعد ما شوفنا الصور اللغة الارقام كمان بيتبين اكتر يعني